أهلاً بحضرتك كيف أنت؟ أهلاً وسهلاً دكتور محمد يعني لما بنتكلم عن القضية الفلسطينية بشكل عام لابد أن تكون مصر في قلب هذه القضية يمكن على هامش الأحداث الأخيرة عملية طفان الأقصى وما أعقبها من تصعيد بدأ مرة أخرى الكلام عن نقل الفلسطينيين لسينا عن الخطط اللي كانت موجودة وأعتقد البعض أن دي خطة جديدة أو موضوع جديد لكن الموضوع قديم وليه جزوره نعم أولاً أنت محق تماماً أن تقول أن مصر أن مصر في قلب القضية الفلسطينية وأنها لم تتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية والملاحظة المهمة في هذا السياق أن هذا البلد وهو مصر لم يكن له أي منظمات ضمن المنظمات الفلسطينية في منظمة التحيير أو في خيرها تديم بالولاء لمصر كما فعلت دول أخرى على الإطلاع مصر لم تكن تستهدف إلا المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا إن في تشكيل منظمة التحيير أو في تشكيل جيش التحيير الفلسطيني وإلى آخر كما أنه من الناحية يعني لم تكن لها هدف خاصة لم تكن لها هدف خاصة على الطعام هدفها هي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كمان يمكن ملاحظة أن القضية الفلسطينية منذ نشأتها قبل نشوء دولة إسرائيل في تماماً ربيعي قبلها بـ 48 أيام 36-38 أربعينات يعني قبل نشأ الدولة الإسرائيلية كانت القضية الفلسطينية هي تكاد تكون القضية الوحيدة الخارجية التي أدرجت على جدوى الأعمال الحركة الوطنية في مصر على قدم مسواه مع الجلاء والدستور ووحدة وادنين أنا داك فهذا تاريخ لا يمكنه عاقل أو باعث أو براقب موضوعي ومن باب أولى طبعاً لابد من تسجيلته طيب خلينا نبدأ يعني رحلتنا أو ما أعتبروا حتى شهادة من باحث على هذه القضية مسألة سينة لأنه اتفجر الكلام حوالين طيب ما احنا ممكن نحل المسألة بأنه احنا ننقل الفلسطينيين لسينة مصر موقفها واضح كما هو واضح موقف الفلسطينيين بأنه هذا الانتقال معناه تصفية القضية هذا الامر ليس جديد له جزور الخطة دي يا فندم بدأت ازاي وبدأت امتى سيناء وما نتحدث عنه الآن من تغيير الأهالي غزة إلى مصر وإلى آخر لم تكن غائبة أبدا عن الزهن الصديونية لأني أنا تذكرت عندما حضرتك تفضلت ورشحتني لمثل هذه الحلقة تذكرت قراءة كتاب مهم لمريض غالي بعنوان سيناء عبر التاريخ ما يرسخ في زيني حتى الآن هو ما قاله مريض غالي رحمه الله عن سيناء في تفكير الصيوني لأن كانت بعد المحاولات في هيرتزيل مع سلطان عبد الحميد الثاني سلطان العثماني بالحصول على انتياز الاستيطان في أراضي فلسطين وشراء أراضي في فلسطين ورفض السلطان عبد الحميد منح وهذا انتياز ده بعد مؤتمر بازل ده أه ده ألف تسعمائة واربعة آه بعد مؤتمر بازل بعد رحمة سلطان عبد الحميد توجه هيرتزيل لبريطانيا وبريطانيا بما أنها كانت الدولة التي تحتل مصر أنا ده سمحت له بأه 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 أو لمحت بالموافقة على مثل هذا الامتياز قامت الحركة السرونية بتشكيل اللجنة من الخبراء في المياه وفي القرافة وفي المناخ وفي النبات وفي الطربة وفي من كافة التخصصات وهذه الباسة مكست مدة في صحراء سيناء أو في سيناء الله أعلم كانت أين تقيم ولكنها دابت على بحث هذه الامور على الطبيعة وانتهت في التقرير إلى أن هذه الأرض يعني لا تصلح لاستيطان اليهود إلا إذا تم إمدادها بماء النيل وعبر أنابيب تمره من تحت قناة السويس لأن بريطانيا طبعا كانت في هذا الوقت قالت لهم لابد عشان تسترطنوا في سيناء لابد أن تحصلوا على الجنسية المصرية أو يحصلوا استرطنون هؤلاء على الجنسية المصرية ولكن هما لأنهم عايزين يأملوا هوية وكينونة ودولة ووطن قومي لليهود ووطن قومي لليهود وبالتالي كان الرفض ثم انتهى الموضوع إلى أنه يعني ما أعلمت المكان يعني دي لجنة جات تقريبا في 1904 لجنة جات عشان تدرس هل المكان مناسب له الاستيطان ده ولا لا ترجمة نانسي قنقر